بسم الله الرحمن الرحيم وردنا سؤال يقول أخي الكريم أعاني من المس الذي عطل حياتي أريد العلاج من المس أو من العين التي عطلت حياتي أو مس بسبب العين عطل حياتي عموما إن كل هذه الأمور يعني من الشيطان و دائما نقول للمسلمين لا تتركوا أنفسكم لا تتركوا أنفسكم بمعنى أنك لا تعيش في هذه الحياة يعني بلا مبالات خاصة الابتعاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى لأن انتشار أمور المس والسحر والعين في هذه الأيام قد صارت كثيرة جدا وذلك بسبب غفلة غفلة البعض عن ذكر الله وعدم استخدام الأسلحة النافعة الناجعة لعلاج هذه الأمور فنحن نقول للمسلمين لا تتركوا أنفسكم دون ذكر في الدخول أو في الخروج خاصة الحصون القرآنية والنبوية لا تترك نفسك من جزء أي قرآن كريم أو من جزء أي جزء أي قرآن كريم تقرأهم في اليوم أو ثلاثة أجزاء تدخلوا على أهلك تسلم تدخل دورة المياه تذكر الذكر تخلع ملابسك تذكر الذكر تنظروا في المرآة تذكر الذكر لا تغفل عن ذكر الله أبدا فإن العدو متربص بك في كل أحوالك هذا أمر فلا تغفل ولا تترك نفسك أولا الأمر الثاني هو أن الخطورة في هذه الأشياء إذا تركت أنها تنقلب إلى أمور أخرى أمراض صرع وأمراض رهاب وأمراض شكوك ووساوس قهرية وعدم راحة نفسية وعدم استقرار نفسي وصدمات عصبية وما إلى ذلك فلماذا تترك نفسك إلى أن تدخل في هذه المجالات وفي هذه الطرق التي يستصعب الحل بعدها فعليك بالمداومة على الذكر ولا تترك الذكر أبدا وقد يعني حضرتني قصة أن رجلا ساحرا كان يسحر في يوم من الأيام وقال للجني الذي يتعامل معه اذهب لتسرق لي المال من يعني محل أو عطارة فلان أو دكان فلان أو هكذا فقال له الجني أن عندهم يعني عندهم ست أو امرأة امرأة بالمصر كده فقرية أو فقرية تمام فقرية يعني لا تضع يدها على أي سلعة من السلع إلا وقالت بسم الله تتناول كيلو السكر تقول بسم الله تتناول باكو الشاي تقول بسم الله تتناول الصامونة للبيع تقول بسم الله تتناول يعني زجاجة الزيت للبيع تقول بسم الله فكيف سأذهب وأسرق منها وهي ما وضعت يدها على شيء ولا وضعت يدها على المال أو على درج المال أو غيره إلا وقالت بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله أمور عجيبة ننتقل لأمور العلاج العلاج إما وقائي وهي أنك تحص نفسك بالأذكار وتذكر تخرج من البيت تذكر تتوضأ تذكر تصلي تذكر تنام تقوم تنام على الفراش تتحرك تريد الذهاب إلى مكان معين كلها هذه الأشياء بذكر الله دي للتحصين أما إذا وقع الأمر و يعني أصبت بمس أو بعين أو غيره أنا أسأل الأخت السائلة نفسها أنت طول هذه المدة التي تعطل فيها زواجك ألم تذهب إلى راق بالكتاب والسنة أو تعرضي نفسك على كتاب الله أو تستمع إلى الرقية الشرعية عن طريق التلفزيون أو عن طريق اليوتيوب أو عن طريق غيره وإذا استمعت إلى الرقية ماذا يحدث لكي ماذا يحدث لكي هل يحدث تساؤب ويحدث نزول الدموع هل يحدث آلام في أماكن معينة في الجسد كالصدر والمفاصل وأسفل البطن وأسفل الظهر وقد يحدث تريد أن تتقايأي أو تريد أن يعني يعني يحدث عندك إسهال أو يعني خوف شديد أو أحلام مفزعة أو غير ذلك إذا قرأت القرآن أو يعني ما هي الأعراض التي تتحدث لكي وطول هذه المدة لم تذهب إلى راق يرقيك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ف هنا في القناة مقاطع الفاتحة سبع مرات وآية كرسي ذا الرقية والمعوذتين والإخلاص ثلاث مرات ومع ذلك قرأي سورة البقرة في الصباح أو ياسين والرحمن والمعارج كل صباح والصفات والدخان والجن كل مساء لمدة شهر إن شاء الله يشفيك الله سبحانه وتعالى ومع ذلك خواتيم سورة البقرة وأول آل عمران وآخر آل عمران قوله أفحسبتم أنما أخلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون آخر سورة المؤمنون وأول الحشر أو آخر الحشر وثلاث آيات من سورة الجن وقل أيها الكافرون والمعوذتين والإخلاص وقولك أو قولا راقي أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين اللامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يعني أذكار كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فعلى الإنسان أن لا يترك نفسه حتى لا تتطور الأمور وتتعقد ويصبح العلاج مركبا لأنني حقيقة والله يعني هذه أشياء تحزن القلب وتدمع العين أنني رأيت سبابا في عمر الظهور وبنات في عمر الورود وبسبب هذه الأمور يعني وبسبب البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى دخلوا في مراحل يعني صعبة جدا فها هو شاب تجده قد أغلق على نفسه يعني الباب لا يريد أن يخرج إلى الناس يخاف من الناس يعني أعراض أمراض يعني محزنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبنات يعني تعطل زواجها يعني للأسف الشديد بل والله يعني أنا رأيت حالات بأن الزوج والزوجة مكثوا حوالي سبع سنوات سبع سنوات يعني في حال تربط أو عقد من الزوج على زوجته معقود عنها أو مربوط عنها لا يستطيع أن يمسها سبع سنوات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل والله رأيت بيوتا قد يعني خربت رأيت بيوتا قد خربت يعني ولم يستمتع الزوجان ببعضهما إلا يعني مرة أو مرتين يعني عن طريق يعني الزوج رضي للزوجة منوم لتنام حتى يستطيع أن يمارس هذه العلاقة الحلال التي شرعه الله سبحانه وتعالى وأنا أقول لهؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء السحرية ما الذي ستجنونه وستكسبونه في حياتكم ولأولادكم وفي آخرتكم غير الفقر والخراب والدمار وكما تدين ثلان وفي النهاية لقاء العزيز الجبار ثم النار ثم النار إن لم يتب الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ويعني للأسف الشديد يعني أنا أستغرب من الشباب ومن البنات الذين تركوا ذكر الله سبحانه وتعالى واستبدلوا به واستبدلوا به أشياء أخرى أشياء أخرى تركوا الغنى تركوا السعادة تركوا اللذة إن للحسنة إن للحسنة نورا في الوجه وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة ظلمة في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق أنا أستغرب لماذا تركتم القرآن واستبدلتموه بالأغاني وبغيرها الله سبحانه وتعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير نعم نخضئ نعم كلنا ذو خطأ نعم كلنا خطأون لكن خير الخطأين التوابون ليس العيب أن نخضئ لأننا لسنا ملائكة وليس فينا شهوات بل العيب أن يستمر الإنسان على الخطأ فيا أيها الشباب ويا أيها البنات ارجعوا واعتصموا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجدون ربكم قد يسر لكم أمورا من حيث لا تحتسمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر